قال الرئيس التركي رجب طيب اردغان ان العراق قد يزود بلاده بالغاز الطبيعي مؤكدا ان تركيا لا تواجه نقصا في مخزون الغاز بالوقت الراهن جاء ذلك في تصريح ادل بها الرئيس التركي خلال رحلة عودته بالطائرة من اوكرانيا الى تركيا مساء الخميس واشار الى ان ثمت اصوات داخلية في تركيا تدعي نقص مخزون الغاز الطبيعي بالبلاد رافضا تلك الادعاءات بشدة واوضح الرئيس التركي ان حقيقة ذلك مشكلة بسيطة مصدرها الجانب الايراني ولا تعني نفاذ مخزون الغاز بالبلاد ولفت الى انه تحدث مع نظيره الايراني ابراهيم رئيسي حول هذا الموضوع وطلب منه مدة تراوح بين 10 الى 15 يوما لحل تلك المشكلة وهو ما حدث بالفعل وعاد تدفق الغاز الى تركيا لطبيعته واضف انه قد يتم تزويد تركيا بالغاز من العراقي ايضا واضف نسط عربي ايضا واضف نسط فع saus ! واضف نسط